الأفعى أو الثعبان أو البيضاء أو زميني أسماء تحملها هذه اليابسة في عرض البحر الأسود وهي أشبه بنتوء صخري أكثر من كونها جزيرة كانت من أوائل الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا ثم انسحبت عنها بعد أربعة أشهر من غزوها يرتبط ذكراها لدى الأوكرانيين بتمجيد بطولات فرقة عسكرية صغيرة واجهت بارجة موسكوفا الروسية قبل غرقها لاحقة فوفقا لتسجيل صوتي يطلب الجنود الروس من الأوكرانيين الاستسلام إلا أن الرد كان بشتيمة تحمل في مضمونها طلب الرحيل عن أرضهم كيف قررت تخليد تلك الواقع بهذا الطابع البريدي الذي يصور جنديا أوكرانيا مقابل السفينة الروسية لكن ماذا عن الخبراء؟ كيف يصفون هذه الجزيرة؟ يصف الخبراء هذه الجزيرة جزيرة الأفعى بالهدف السهل لأنها تقع على بعد 35 كم من الساحل الأوكراني أي هذا البعد يضعها في نطاق الصواريخ والمدفعية وضربات الطائرات للدرونز من على الشواطئ الأوكرانية صغر حجم هذه الجزيرة لا يعكس أهميتها الاستراتيجية فروسيا تسيطر على جزء كبير من واجهة أوكرانيا البحرية فضلا عن شبه جزيرة القرم وتعني السيطرة على هذه الجزيرة الصغيرة فرض حصار على أودسا ثالث أكبر المدن الأوكرانية وأحد أهم الموانئ في البلاد على نطاق أوسع أعربة كييف سابقا عن مخاوفها من أن تبني موسكو دفاعات جوية بعيدة المدى مثل نظام صواريخ أس أربعمائة وبالطبع سيثير حدوث ذلك مخاوف ربما ردود فعل من رومانيا البلد العضو في حلف الناتو الذي ليرضى بوجود تلك الصواريخ على أرض جزيرة الأفعى كييف مشاهدين شككت برواية موسكو التي وصفت انسحابها من الجزيرة ببادرة حسنينية الإظهار أن روسيا لا تعرقل الصادرات الغذائية من أوكرانيا واعتبرت أن الانسحاب الروسي يعد فشلا وهزيمة محرجة وأن ذلك جاء بفعل الهجمات على الإمدادات الروسية وهذا مشكل كابوسا لوجستيا بالنسبة لروسيا لأن الجزيرة بعيدة عن قواعد موسكو البحرية كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية تقول أن هذه الصور تعرض سلسلة من الهجمات على القوات الروسية التي كانت موجودة على جزيرة الأفعى الرئيس الأوكراني فلودمير زلالسكي أشار إلى أهمية الاستراتيجية للجزيرة وأعرب عن أمله أن يمهد الانسحاب الروسي لتحرير باقي الأراضي الأوكرانية لا شك أن الكلمة المحورية اليوم في جزيرة زميني التي تردد اسمها عندما غزتها السفينة الروسية تلك السفينة ذهبت إلى غير رجعة والآن أصبحت الجزيرة حرة من جديد تعد الجزيرة نقطة استراتيجية ومن شأن التطورات تغيير الوضع بشكل كبير في البحر الأسود هذا لا يعني أن أمنها بات مستتباً أو أن العدو لن يعود لكن ذلك من شأنه أن يحدى من حركة المحتلين سندفعهم خطوة بخطوة بعيداً عن بحرنا وأرضنا وسمائنا المؤردون يقولون منهم نصير العمري في هزيمة مدوية لروسيا الجيش الأوكراني يطرد الجيش الروسي من جزيرة الأفعال استراتيجية فاتحة الباب لتصدير القمح الأوكراني الذي منعت روسيا تصديره بعد سيطرتها على الجزيرة قصف المدفعي المكثف أجبر الروس على الهرب ولا كنهم أعلنوا أنهم انسحبوا كبادرة حسني نوايا هنا حساب يسمي القوة العسكرية يقول روسيا انسحبت من جزيرة الأفعال كبادرة حسنية روسية كما قيل الجزيرة كلفت الروس الكثير خاصة لسهولة استهدافها وقربها من قواعد أوكرانيا وحلفائها ثم لأن الروس لا يمكنهم المناورة لصغر حجمها أما هنا جوزيف الوجع الروسي بدأ بإعلان بوتن انسحابه من جزيرة الأفعال كما تراجعه عن كييف وغيرها وباستسلامه لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو التراجع جاء بسبب الضغط العسكري وليس لحسن نية الحرب باقية ووجع روسيا سيزداد وعن جهية بوتن بتراجع تدريجي أما هنا أبو حسن يقول الجزيرة متناهية الصغر مساحتها أقل من واحد كلمتر مربع أعتقد أن القرار يعود لأسباب عسكرية لوجستيكية وتكتيكية بحثة حيث لا تضيف أي قيمة عسكرية لمعركة أوكرانيا إلى الآن لا يعكس الانسحاب الروسي من الجزيرة هدوءا عسكريا فقد أعلنت تكييف مقتلى نحو عشرين شخصا بينهم طفلان وإصابة العشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا يأتي هذا فيما ينفل كريملين استهداف الأبنية المدنية شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها